عودة إلى تفاصيل انطلقت قمة مجموعة 77 والصين في العاصمة الكوبية هافانا يوم جمعة وأكد ليش عضو اللجنة دائما للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشعوي الصيني الممثل الخاص لرئيس صيني شي جينبين أكد دعم الصين لتنمية الجنوب العالمية قلين العقوبات الأحادية تجانب والفصل أضرد بحقوق التنمية ومصالح الدول النامية كما أضف أنه تتعين زيادة وتمثيل الدول النامية في الحكمة العالمية لتعكس روح العدلة والمسوات والشمولية أشار لي أن الصين كأكبر دولة نمية في العالم تساعد للعمل مع كوبا وأعضاء مجموعة السبعة والسبعين لفتح فصل جديد في تعاون جنوب وجنوب سعيا لتحقيق تنمية أكبر من خلال تضمن أقوى شدد أيضا على ضرورة بناء نظام للتعاون العلمي والتكنولوجي بين دول الجنوب لتعزيز المساوة في الوصول إلى التكنولوجية الرقمية قال إنه لا ينبغي أن تتخلى في الدول النامية عن الركب في تطوير تكنولوجيات والصناعة الجديدة